موسيقى كانديد الفصل السادس والعشرون العشاء الذي تناوله كانديد ومارتين مع ستة رجال غرباء وهوية هؤلاء الرجال ذات مساء وبينما كان كانديد ومارتين الذي كان يتبعه يتحضران للجلوس إلى مائدة الطعام برفقة الغرباء المقيمين في النزر نفسه دنى منه من الخلف رجل وجهه بلون السخام وأمسك بذراعه وقال له تحضر للذهاب معنا ولا تفوت هذه الفرصة ثم التفت إلى الوراء ورأى كاكامبو وما من شيء كان سيدهشه ويعجبه أكثر من ذلك سوى رؤية كونيغوند كان على وشك أن يطير فرحا فقبل صديقه العزيز وقال له لا بد أن كونيغوند موجودة هنا أين هي خذني إليها والأمد فرحا معها فقال كاكامبو كونيغوند ليست هنا مطلقا إنها في القسطنطينية أيتها السماء في القسطنطينية حتى ولو كانت في الصين فسأهرع إليها فلننطلق فأجابك كامبو سننطلق بعد العشاء لا أستطيع أن أقول لك أكثر أنا عبد ومعلمي ينتظرني يجب أن أذهب لخدمته على الطاولة لا تتلفظ بأي كلمة تناول العشاء واستعد للذهاب كان يتنازع كانديد الفرح والألم وكان مفتونا لرؤية وكيله الوفي مجددا ومندهشا لرؤيته عبدا وكان مشغولا بفكرة لقاء عشيقته وكان قلبه مضطربا وعقله مشوشا فجلس إلى مائدة الطعام مع مارتن الذي كان يراقب هذه الأحداث كلها بتؤدى وبرفقة ستة غرباء قد قدموا للاستمتاع بالكرنفال في البندقية فاقترب كامبو الذي كان يسكب الماء لأحد هؤلاء الغرباء من أذن معلمه في نهاية العشاء وقال له سيدي يمكن لجلالتك الذهاب متى شئت فالسفينة جاهزة قال هذه الكلمات وخرج وكان الضيوف مندهشين ونظروا إلى بعضهم البعض دون التلفظ بأي كلمة عندها دنى خادم آخر من معلمه وقال له سيدي إن كرسي جلالتك في بادو والقارب جاهز فأعطى المعلم إشارة وعندها رحل الخادم استمر الضيوف بالنظر إلى بعضهم البعض والدهشة الموحدة تضاعفت ثم اقترب خادم ثالث من غريب ثالث وقال له يا سيدي صدقني على جلالتك عدم البقاء هنا مدة أطول سأحضر كل شيء ثم اختفى على الفور ولم يشك كانديد ومارتن في أن هذا حفلة كرنفال تنكرية وقال خادم رابع للمعلم الرابع يمكن لجلالتك الرحيل متى شئت ثم خرجك الباقين وقال الخادم الخامس الشيء نفسه للمعلم الخامس لكن الخادم السادس كلم الغريب السادس الذي كان جالسا بالقرب من كانديد بطريقة مختلفة قال له في الواقع يا سيدي ليس هناك إرادة بإقراض جلالتك ولا بإقراضي أنا أيضا ويمكن لك لينا أن نسجن هذه الليلة أنت وأنا سأذهب لأعالج بعض أموري إلى اللقاء بعد رحيل جميع الخدم ظل الغرباء الستة وكانديد ومارتن في صمت عميق ثم قطع كانديد هذا الصمت وقال سادتي إنها لدعابة فريدة من نوعها لما أنتم جميع الملوك؟ بالنسبة إلي فأنا أعترف لكم أننا أنا ومارتن لسنا ملوكا بدأ معلمك كامبو الحديث بوقار وقال باللغة الإيطالية لست بمازح أبدا أنا أدعى أحمد الثالث كنت سلطانا كبيرا لسنوات عدة خلعت أخي عن العرش ثم جاء ابن أخي وخلعني بدوره عن العرش وقطعوا رؤوس وزرائي وها أنا أكمن حياتي في الصراي القديم ويسمح لي ابن أخي السلطان محمود بالسفر أحيانا لأجل صحتي وقد جئت لأشارك في الكارنفال في البندقية ثم تكلم شاب كان يجلس بالقرب من أحمد وقال أما أنا فأدعى إيفان وكنت إمبراطورة روسيا بكاملها وقد خلعت عن العرش منذ طفولتي وسجن والدي ووالدتي وترعرعت في السجن وأحصل أحيانا على الإذن بالسفر برفقة حراسي وقد جئت لأشارك في الكارنفال في البندقية وقال الثالث أنا شارل إدوار ملك إنجلترا تنازل لي والدي عن حقوقه في المملكة وقد قاتلت للحفاظ عليها انتزعوا قلوب ثمانمائة من أتباعي وضربت بها خدودهم وسجنت وأنا الآن ذاهب إلى روما لزيارة والدي الملك الذي خلع كما حصل لي ولجدي وقد جئت لأشارك في الكارنفال في البندقية عندئذ انتكلم الرابع وقال أنا ملك البولونيين إن قدر الحرب قد حرمني من حصصي في الإرث وعانى والدي من سوء الحظ نفسه فاستسلمت للعناية الإلهية كما فعل السلطان أحمد والإمبراطور إيفان والملك شارل إدوار فليمدهم الله بالعمر الطويل وقد جئت لأشارك في الكارنفال في البندقية وقال الخامس أنا أيضا ملك البولونيين لقد خسرت مملكتي مرتين لكن العناية الإلهية وهبتني دولة أخرى قمت فيها بأعمال جيدة أكثر مما تمكن ملوك الصارمات جميعا من القيام به على ضفاف الفيسول وقد استسلمت بدوري للعناية الإلهية وجئت لأشارك في الكارنفال في البندقية وبقي دور الملك السادس في الكلام فقال يا سادتي أنا لست بسيد كبير متكلم مثلكم لكن في النهاية كنت ملكا مثل الآخرين أنا ثيودور أنتخبت ملكا في كورسيكا ونادوني بجلالتك واليوم بالكاد ينادونني بسيدي أنا سككت النقد ولا أملك الآن حتى فلسا واحدا وكان عندي وزيران وبالكاد عندي خادم الآن وجدت نفسي على العرش وبقيت في السجن في لندن لفترة طويلة جدا وأنا على القش أنا خائف جدا من أن أعامل بالطريقة نفسها ها هنا رغم أنني جئت مثل جلالتكم لأشارك في الكارنفال في البندقية أما الملوك الخمسة الباقون فكانوا يستمعون إلى هذا الحوار بتعاطف النبيل فأعطى كل واحد منهم عشرين سكينا للملك ثيودور لشراء الثياب والقمصان وقدم له كانديد ماسة بقيمة ألفي سكين فقال الملوك الخمسة من هو إذن هذا الإنسان العادي الذي تسمح حاله بإعطاء المال مئة مرة أكثر من كل واحد منا والذي يعطيه وفي لحظة الانتهاء من الطعام وصل إلى النزر نفسه أربعة من أصحاب السمو الذين فقدوا أيضا دولهم نتيجة الحرب وجاءوا ليحضروا بقية الكارنفال في البندقية لكن كانديد لم يكترث لهؤلاء القادمين الجدد إذ إنه لم يكن منشغلا سوى بالذهاب للبحث عن حبيبته كونيغوند في القسطنطينية موسيقى 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 موسيقى